تصريحات وزير الخارجية الأسيوبي اللي كانت شديدة اللهجة يعني معانا فيها يكون معانا الأستاذ الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود دكتور محمد أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك كيف الحال الحمد لله دكتور محمد كيف قرأت الحقيقة تصريحات وزير الخارجية الأسيوبي النهاردة عن الاستعداد لملء السد دون النظر إلى اعتراضات مصر أو السودان طبعا هذا أمر تحصيل حاصل يعني ما فيهش حاجة جديدة لأن عنجهية أسيوبي بدأنا أن نراحزها منذ حوالي خمس سنين وأعتقد الفشل المتكرر للمفاوضات لم يكن له سببا فني غير أن أسيوبي لا تريد الالتزام وأنها بتشعر بنوع من سيادية أكثر من أي حدثان من الأطراف ثلاثة وأنها هي صاحبة اليد العليا وعلى الجميع أنها تسمع أساساتها أو اقتراحتها دون حتى النقاش لذلك هي بتتعامل بشكل سيادي على النهر وبتقول لك والله النهر نهري والمنبع منبعي وأنتم صورت في الكلمة أدرابوا رأسكم في الحيطة أنا حامل لأنا عايزها واللي حيطلع من النهر هو إحسان مني على مصر وسودان هي بتتصرف بهذه العقلية وطبعا هل من المنطق أن إحنا نتقبل هذا الأمر ولا لأ ده يتوقف على الجماعة السياسيين والقادة بالدول المصاد طيب بس هو النهاردة وزير الخارجية الأسيوبي صرح وقال إن إحنا معتمدين أو إن إحنا اتفقنا على الملء ده مع السودان ومصر في 2015 هو لو حداك رجعت للنصوص الاتفاقية يعني فيها بنود كتير من المصريين ما وقفوش عندها ولكن موضوع الملء الأولي موجود في النص بشكل واضح إن يجب التوافق عليه يجب التوافق ده موجود في البند التاني تريبا أو التالت ولكن البند الأخرى اللي هي أقوى من هذا الأمر زي البند الرابع اللي هو متقسم لألب وباء وجيم ودال وهي يعني فيه بند من البند اللي لغاية الوقت المصريين ما نقشهاش اللي هو بيقولك إن كل دولة من دول النيل حتاخد حصة وفقا لمساهمتها في مياه النيل يعني لو أنت بتساهم في المياه بتاعت النيل بعشرة مليار يبقى أنت لك عشرة مليار لو بتساهم بأقل يبقى أنت أقل إحنا كدولة مصرية لا معلش يا دكتور ما معنى أساهم في النيل مش عارف أنت عارف عليك الأمطار اللي بتنزل على النيل بتنزل على أسيوبيا وبتنزل على السودان فالدولتين دول بيبقى فيهم أمطار الأمطار دي في الآخر بتصب في مجرى النيل ومية سطحية فهم في الاتفاق بتاعهم بيقولك في البند الرابع تحديدا بيقولك إن التوزيع العادل لمياه النيل يعتمد على مساهمة كل دولة في المياه اللي بتجري في النيل فطبعا البند ده بند خطير جدا وده بيؤسس أو بيؤكد التفاقية عن تيبي هي دي التفاقية عن تيبي إن كل دولة تاخد من النيل على قد هي ما بتساهم بقد إيه فالبند ده يعني إيه بساهم يا دكتور برضو أنا ما فهمتش من حضرتك أنا يعني إيه بس مطر نازل علي وعلى أسيوبيا وعلى الناس كلها إيه أساهم بمعنى ما معنى كلمة مساهمة المطر اللي ما بينزل جزء منه بيجري في المجرة بتاع النيل فمجرة النيل فيه منه أمطار بتنزل على أسيوبيا وبتتجمع في المجرة وفيه منه بينزل في سودان وبتجمع في المجرة وفيه منه بينزل في تنزانيا وبتجمع في المجرة وفيه منه بينزل في بروندي وبتجمع في المجرة فكل بلد بتقولك والله الران اوف أو المية السطحية اللي بتنزل في المجرى دي من بلدي دي من حقي ففي الحالة دي أسيوبيا بتقولك والله أنا الران اوف أو المية السطحية اللي بتنزل في المجرى بتعنيه في المقطع عندي ده بيعادل 48.5 مليار فده المفروض من حقي يعني ده أمر خاص بي لو أنا ديكم منها جزء فده يعتبر نوع من الإحسان فالبند ده موجود بشكل واضح وهو ده أقوى بند في التفاقية 2015 اللي مخل أسيوبيا بتتصرف بشكل عنجاهي جدا وبتقولك والله مهما مصر راحت لمجلس الأمن أو المحكمة الدولية البند ده ومفكت السيسي عليه ده يعني حاجة ختامية محدش يقدر يجادل فيها طيب خلينا نشوف كان فيه تصريح من شوية من الجانب السوداني كانت السودان بتقول لن نصعد ضد أسيوبيا إذا شرعت فيه ملء سد النهضة ما هو تعليقك يا دكتور محمد فعلا أنا قررت هذا الخبر من شوية وكان يعني ده موجود على بوابط الوفد ده موجود فيه كذا حتى هو طبعا كان خبر سيء جدا لأن زي ما قال الوزير الرأي الأسيوبي السوداني في خلال اجتماعه من 300 أيام لما كان بيقول التصريح بتاع المقوضات قال لك احنا بنجري حول مصلحتنا فالتصريح اللي قاله النهاردة الأخ السوداني جيت على طبعا بالنسبة لي خيرة أمل يعني ده بدأ فيه نوع من اللحلحة للموقف السوداني في اتجاه أسيوبيا لسبب بسيط جدا أن السودان عندها سد اسمه سد الروسيرس على بعد حوالي أقل من 100 كم من سد النهضة وعلشان يشتغل سد الروسيرس ويولد كهرباء أو يبقى فيه مية للرأي في المطالة الجنوبية بتاع السودان لابد أن السودان تعرف سد النهضة حيطل علىها ده إيه فهنا أسيوبيا لو يدرع السودان في النقطة دي لو أنت مش هتوافقي على التخزين الأولي أنا مش هديك معلومات ولو أنا معتدكيش معلومات وتعرفي قد إيه ما يطلع عليك كل يوم أنت مش هتعرفت شغالي سد الروسيرس فالحتة دي دي نقطة ضعف جدا في الموقف السوداني وأعتقد أنه هم النهاردة بدأوا بشكل تدريجي يتحولهم في اتجاه أسيوبيا تحت اسم مصلحة السودان بهذا الهدف لذلك هم لن يعلنوا رسميا بأنه هم حيوقعهم بشكل جزئي مع أسيوبيا بخصوص التخزين الأولي ولكنهم حيغمطوا عنهم على هذا الأمر وقولوا أوكي أسيوبيا خلاص الأمر أصبح واقع قم للمالي الأولي بس بشكل غير رسمي إدينا البيانات على أساس نتبه أن نشغل شغل سد الروسيرس بناء على التتفقات اللي جاية من سد الروسيرس على كل حال وزير الخارجية المصري سامح شكري رد على أسيوبيا رد عاجل دلوقتي وقال أنه يعني الكلام اللي قدامك هو أنه إصرار أسيوبيا على ملء سد النهضة يخالف الالتزامات القانونية لاتفاق المبادئ ما هو تعليقك برضو ما فيش حاجة جيدة هو أسيوبيا بتخالف مبادئ سد النهضة من على مدار سبت سبع سنين الماضية فهو بس بيكلم هذا الكلام للاستهلاك المحلي داخل مصر وأعتقد أنه وزير الخارجية الأسيوبي لسه رادت عليه من حوالي 20 دقيقة بأحد الصحف العربية بيقوله والله حتى لو رحت أنت يا وزير خارجية مصر للمجلس الأمن واشتكتنا هناك شكوتك دي ليس لها أي تأثير وليس لها أي معنى ولن تؤثر بتاتا في خطواتنا في اتجاه التخزين الأول الذي سنبدأ فيه قريبا بدأ من الشهر الجاي طيب فواضح أنه وقت الاسهلاك المحلي داخل مصري يعني أنه يقول الشعب المصري لا إحنا بنعمل حاجة طيب سريعا يا دكتور مع بدء الملء في أول يوليو إيه هي الأثار السريعة اللي في مصر هنشوفها إن شاء الله ما نشوفشها زي ما قلت لكم هنخزينه حوالي 5 مليار متر مكعب لن يكون ليه تأثير كبير لسبب بسيط أن وزارة الرأي المصرية نخزينها أمام سد العالي كمية كبيرة من المياه والمنصوب النهاردة عندها حوالي 178 فلن يكون ليه تأثير كبير ولكن تأثيره في نقطة واحدة بس أنه لو نجحوا في التخزين ويتبين لهم أن السد ممكن يستحمل تخزين أكتر فعند أزن هيقفلوا البرابخ الأربعة اللي هي موجودة في الكتلة الغربية سد النهاردة وحيكملوا بقى التخزين على مدار التلس سنين وتضرب مصر دماغها في الحيطة ومحدش هيدري وقف أسيوبيا من الملء بشكل متكامل مش فقط الملء الأولي فهي دي قصة لو على الملء الأولي خلال الفيضان حيبقى فيه تطاع حوالي 5 مليار وده مش حيكون له تأثير كبير ولكن بعد ما يقفلوا البرابخ إذن حيكون العجزة حوالي 20 مليار أو 18 ونص تحديدا وده حيكون له تأثير طبعا وحتلاق أن منسوب البحيرة في سد بحيرة ناصر حيبدأ ينزل بشكل تدريجي وما فيش ما يتعود النزول ده وفي الحال دي حيبدأ الشعب المصري يشعر بهذا المشكلة طيب خليني أسألك سؤال أخير كنت قبل أيام بتعمل دراسة كان فيه قبل أيام دراسة مصرية بتقدر كان فيه دراسة بتقدر عجز في بحيرة ناصر أثناء الملء سد النهضة إلى أي رقم انتعت الدراسة دي يا فندي أوكي الدراسة دي مش بتاعتي أنا دي دراسة صدرة من جامعة الزقازيق عدد من الخبراء الهايدروليك في الزقازيق عملهم سيناريو هاد لو افترضنا أن أسيوبيا ملقت على مدار ثلاث سنين والسد العالي كان عند منسوب كذا حيحصل إيه حيفضل السد بعد قد إيه فعملهم ثلاث سيناريوهات على ثلاث مناسيب للسد العالي وثلاث فترات زمنية فتبين لهم أن لو أسيوبيا أصرت أنها تملى سد النهضة على مدار ثلاث سنين فقط فالسد العالي حيوصل للتخزين الميت بعد حوالي ثلاث سنين ونص معنى إيه التخزين الميت معناه أنه حيبقى فيه مية تحت منسوب التروبينات في السد العالي لا يمكن صحبها يعني خلاص المية اللي فوقه التروبينات كلها انتهت واستخدمت ولكن ما هو تحت منسوب التروبينات فيه مية آه بس ما تقدرش تستفيد منها الدولة المصرية لأنه لا يمكن صحبها فتسمى التخزين الميت ده إحنا حنوصل له بعد حوالي ثلاث سنين ونص لو السيوبيا بدأت فعلا في التخزين على مدار ثلاث سنين فدي كانت مشكلة يعني يعني أرقام أرقام خطيرة جدا وللأسف الإعلام المصري ما بيتكلمش في هذا الأمر ولا بينبه المجتمع المصري والشعب المصري بأن احنا داخلين فعلا في قزمة كبيرة لو أسيوبيا أصرت على الملء في ثلاث سنين أو أعكد لك لو أصرت على ثلاث سنين بعد الملء في ست شهر مصر مش هيكون فيها مية حتى للشهر بشكرك جدا الأستاذ الدكتور محمد حافظ أستاذ هندس السيود بشكر حضرتك جدا لكن قبل ما أمشي يعني ونروح للسنوات العامة أنا بس عايز أعرف لماذا لا تنشر وسيقة اتفاقية مارس 2015 اللي وقع عليها السيسي يعني ما الناس لازم تعرف هو وقع علي إيه الدكتور محمد حافظ بيقول دلوقتي كلام أنا ما عرفوش ما عاردش الاتفاقية لماذا لا تنشر نص الاتفاقية والشعب المصري يشوف ويعرف الراجل ده مضى علي إيه ليه الإعلام ما يعودش كده ويناقش ويطلع ويعملوا بدل ما يعملوا حلقات عن عبدالغفور البراعي يعملوا حلقات عن اتفاقية صد النهضة السيسي وقع علي إيه محنا ما نعرفش برضو